السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في فيديو جديد ونهر جديد نتمنى يربي يلقاكم هذا الفيديو في أحسن صحة وفي أحسن أحوال وهذا الفيديو كيف ما كشفته عن صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس نصره الله وهو يقوم بمناسك العمرة رفقة أخي الأمير المولى رشيد ورفقة ابن عمه الأمير مولى يسماعيل عجبني هذا الفيديو بزاف وقلت من شاركوش مع محبي وعشاق الأسرة العلوية وإحنا كنشوفه به صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس نصره الله هو كيحلق الشعر دياله ويقص منه بالإضافة إلى شربه لماء زمزم وقد كان في استقبال الملك المغرب محمد السادس نصره الله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير مشعل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة وأثناء تأذية صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس مناسك العمرة قام صاحب الجلالة بالتلبية والدعاء وطاف بالبيت العتيق سبعة أشواط وصلى بمقام إبراهيم ركعتين وارتوى بالماء المبارك ماء زمزم ثم قام بسبعة أشواط بين الصفا والمروى اقتداءا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معروف لا يكتمل السعي بين الصفا والمروى إلا بالحق والتقصير كيف ما شفتم معنا في بداية الفيديو عمرة رمضان أداها أمير المؤمنين في أجواء رمضانية وسط المعتمرين تجمعهم غاية واحدة وهي التقرب إلى الله والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويربي تشافيه وتعافيه وتخليه ذخرا لهذا الوطن متابعي الأوفية نتمنى هاد الفيديو نال إعجاب ديالكم أكيد ونتمنى هاد النوستالجيا اللي جبت لكم تنال إعجاب ديالكم وحتنتوا ما علاش لا ياربي سهل عليكم وأي واحد كي يشاهد هاد الفيديو ياربي سهل علي بشي عمره وبشي حجة إن شاء الله ووقت الحج راه قرب أكيد فياربي ما تحرم من هو مسلم من هاد الأمن يا أكيد دائما لا تنسونا من اللايك والاشتراك والبارتاش ودومتم في أمان الله وإلى الملسقة في فيديو جديد آخر في أمان الله